عايز اقولكو لياحة بدلات الحكام في مسابقات اتحاد الكرة عايز اقوليكو الارقام عاملة ازاي عايز اقوليكو الارقام ومتقس الرقم ده في مرتبك انت الشخص همكلمك على حكم بيلعب وسط الناس بتاخد ملايين ده القسم الاول لغة دولة الممتاز حكم الساحة بياخد 7000 جنيه الحكم المساعد الاول والتاني بياخده 5000 جنيه الحكم الرابع بياخد 300050 جنيه حكم الفيديو 5000 جنيه ومساعد حكم الفيديو 300050 جنيه والمراكب الفني للحكم بياخد كام 1000 جنيه حقاية 500 جنيه لمراكب الفيديو في حالة التعيين طيب يعني انت 500 جنيه لمراكب الفيديو في حالة التعيين كفاية القسم الاول يا جماعي عشان هي برضو في تفاصيل كثيرة بس كفاية القسم الاول دي الارقام لأ ما هو ده عمره ما هيبقى حكم محترف عمره ما هيبقى الحكم انا عايز بس حكم وخد بالك بقى من النقطة انت هتخش في التفاصيل عشان تبقى عندك حكم محترف انا مش عارف هدخلك في حتة ادارية شوية بس اشتبقى عايز حكم محترف فالراجل ده هيسيب شغله اللي عنده فيه تأميناته اللي عنده فيه معاشه وعنده 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 فانت كمان في اتحاد الكرة لازم تبص لهذه الامور فيه تفاصيل كثيرة بقى بس حلو نقعد كده ونعمل منظومة ادارية سليمة للتحكيم المصري حلو يا جماعة دول اهم حاجة في المنظومة الحكام اهم حاجة في المنظومة وما اكتر حاجة مهملة في المنظومة مش طبيعي مش مفهوم يعني حاجة مش طبيعية ومش قادرة افهمها ولا اصدقها يعني حاجة مش طبيعي 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 مش طبي